السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً بطلابي طلاب الصف الرابع أرحب بكم أنا المعلمة إناسة مطيري من معاهد وبرامج التربية الفكرية نستكمل اليوم درسنا السابق في مادة العلوم قبل أن أبدأ درسي نستذكر سوياً قوانين التعلم عن بعد التعلم عن بعد لا يقل أهمية عن التعلم الحضوري فكن حريصاً عليك الحضور والاستعداد قبل الحصة بدقائق الجلسة الصحيحة مهمة لتجنب ألام الرقبة والكتفين والظهر قم بتجهيز الدفاتر والأقلام لتدوين الملاحظات مع المعلمة تعرفنا في الدرس السابق على الأمراض المعدية وغير المعدية نهدف في هذا الدرس أن يتعرف طلابي على الأمراض المعدية وغير المعدية وطرق الوقاية منها الأهداف التعليمية للدرس أن يعرف الطالب وطالبة المرضى المعدية أن يعدد الطالب وطالبة بعض الأمراض المعدية أن يعدد الطالب وطالبة بعض الأمراض غير المعدية أن يذكر الطالب وطالبة سبب انتشار الأمراض المعدية أن يذكر الطالب وطالبة طرق الوقاية من الأمراض المعدية تعرفنا في الدرس السابق على قصة صديقتنا سارة ذهبت سارة إلى المدرسة وعندما عادت عادت وهي حزينة قالت لأمها أمي لقد تغيبت صديقتي لمدة أسبوعين عن المدرسة قامت بالاتصال بصديقتها وقالت لها أنها متعبة هل تتذكرون يا طلابي لماذا كانت صديقة سارة متعبة؟ أحسنتم لقد أصيبت مع الأسف بمرض معدي أصيبت بفايروس كورونا لأنها خرجت إلى نزهة بدون كمام ولم تغسل يديها عندما عادت ولم تقوم بتعقيمها أصيبت صديقة سارة بمرض معدي لأنها لم تتخذ إجراءات الوقاية من الإصابة بالأمراض المعدية ما هي الأمراض المعدية؟ نستذكر تعريف الأمراض المعدية يا طلاب الصف الرابع هي الأمراض الناتجة عن الفايروسات أو البكتيريا أو الفطريات تنتقل من الشخص المصاب أو من البيئة إلى شخص سليم الأمراض المعدية هي مرض ناتج عن فايروس أو عن بكتيريا أو عن جراثيم ينتقل من الشخص المصاب بالمرض إلى الأشخاص الآخرين ما معنى الأمراض المعدية؟ هي الأمراض الناتجة عن الفايروسات أو البكتيريا أو الفطريات تنتقل من الشخص المصاب أو من البيئة إلى شخص سليم ما هي الأمراض غير المعدية؟ الأمراض غير المعدية هي أمراض لا يمكن أن تنتقل من شخص إلى آخر تحت أي ضرف عندما يصاب شخص ما بمرض غير معدي فإنه لا ينتقل إلى الأشخاص المحيطين به بينما لو أصيب لا قدر الله بمرض معدي فإن المرض ينتقل وينتشر بين الأفراد إذن ما هو الفرق بين الأمراض المعدية والأمراض غير المعدية؟ الأمراض المعدية تنتقل بين الأشخاص الأمراض غير المعدية لا تنتقل بين الأشخاص لماذا تغيبت صديقة سارة عن المدرسة حتى لا تصيب صديقاتها ومعلماتها بالعدوى لماذا؟ لأنها أصيبت بمرض معدي أمتلاه على الأمراض المعدية من الأمراض المعدية التي تنتقل بين الناس الإلفلونزا أيضا الحسبة الحمى الشوكية السل النزلة المعوية والتهاب الكبد هذه يا طلابي أمثلة على بعض الأمراض المعدية حمان الله جميعا وحفظ وطرنا الغالي من انتشار الأمراض أمثلة على الأمراض المعدية الإلفلونزا الحسبة الحمى الشوكية السل النزلة المعوية والتهاب الكبد أمثلة على الأمراض غير المعدية ما معنى غير المعدية؟ هي التي لا تنتقل بين الأشخاص عندما يصاب بها شخص ما لا يمكن أن تنتقل إلى شخص آخر عن طريق العدوى من الأمثلة على الأمراض غير المعدية السكري تسوس الأسنان الجروح الكسور فقر الدم والسمنة السكري لا ينتقل من شخص إلى آخر أيضا الكسور في حال قدر الله أصيب شخص ما بكسر هل يقوم بالكسر بالانتقال إلى شخص آخر؟ لا لماذا؟ لأنه مرض غير معدي إذن من الأمثلة على الأمراض غير المعدية السكري تسوس الأسنان الجروح الكسور فقر الدم والسمنة كيف تنتقل الأمراض المعدية؟ تنتقل الأمراض المعدية عن طريق الاختلاط بين الأفراد أي وسيلة يتم فيها الاختلاط بين الأفراد فإنها تنقل العدوى من شخص إلى آخر على سبيل المثال تناول الطعام من العربات المكشوفة أو من الأماكن المكشوفة لماذا؟ لأنها أماكن تجمع الناس فتنتقل فيها الأمراض المعدية إذن تناول الطعام المكشوف أحد طرق انتشار العدوى أيضا دخان المصانع أو التلوث من الأسباب التي تؤدي إلى انتشار العدوى زيارة الشخص المريض والبقاء بجانبه من الأسباب المؤدية إلى العدوى عندما أقوم بزيارة شخص مريض فإنه يفترض علي أن أبتعد عنه حتى لا ينقل العدوى في حال كان مرضه لقدر الله معدي أيضا عدم غسل الأيدي من طرق انتشار العدوى عند الخروج من المنزل يجب علي ارتداء الكمامة الكمامة بعد أمر الله من وسائل الحفاظ على الصحة عدم ارتداء الكمامة من الأسباب التي تنقل العدوى ذكرنا أن تناور الطعام المكشوف أيضا من طرق انتقال العدوى تربية الحيوانات قبل فحصها والتأكد من خلوها من الأمراض من طرق انتشار العدوى في حال كنت أرغب بتربية الحيوانات يجب علي الذهاب بها إلى الطبيب البيطري والتأكد من خلوها من الأمراض حتى أستطيع تربيتها داخل المنزل لماذا؟ لأنها قد تكون مصابة لا قدر الله بمرض معدي إذن كيف تنتقل الأمراض المعدية؟ تنتقل عند خروج من المنزل بدون كمامة قد أقابل شخص مصاب بالمرض أيضا التلوث البيئي من أسباب انتقال العدوى تناول الطعام المكشوف من طرق انتقال العدوى تربية الحيوانات قبل التأكد من خلوها من الأمراض من طرق انتشار العدوى أيضا البقاء مع شخص مصاب بمرض معدي والقرب من طرق انتشار العدوى عدم غسل يدين من طرق انتشار العدوى أيضا طيب يا طلابي تعرفنا على طرق انتقال الأمراض المعدية الآن نتعرف على طرق الوقاية من الأمراض المعدية كيف أقي نفسي والآخرين من انتشار الأمراض؟ الحفاظ على البيئة من التلوث عندما أحافظ على البيئة رمي النفايات في المكان المناسب عدم القرب من مصادر الدخان عندما أحافظ على العيش في بيئة سليمة وبيئة خالية من التلوث فإنها من أسباب الوقاية من انتشار الأمراض غسل اليدين بشكل مستمر من طرق الوقاية من الإصابة بالأمراض ارتداء الكمامة عند الخروج من المنزل من طرق الوقاية من الإصابة بالأمراض المعدية أيضا عدم استخدام الأدوات الشخصية بين الأفراد نحرص على أن نستخدم الأدوات الشخصية الخاصة بنا وعدم استخدام أدوات أي شخص آخر لماذا؟ لأن هذا الشخص قد يكون مصاب بمرض معدي من طرق الوقاية عدم استخدام الأدوات الشخصية عند زيارة شخص مريض علينا البقاء بعيدا عنه حتى لا نصاب بالعدوى عدم تناول الغذاء من الأماكن المكشوفة التطعيم أحد أسباب الوقاية من الأمراض المعدية مرت بلادنا بأزمة كورونا للخروج من هذه الأزمة حرصت المملكة العربية السعودية على توفير اللقاح لجميع المواطنين بشكل مجاني لماذا؟ لأن التطعيم من طرق الوقاية من الأمراض المعدية إذن ما هي طرق الوقاية من الأمراض المعدية؟ عدم تناول الطعام من الأماكن المكشوفة ارتداء الكمامة عند الخروج من المنزل الحرف على العيش في بيئة خالية من التلوث عدم الاقتراب من الأشخاص المرضى عدم استخدام الأدوات الشخصية وتناقلها بين الأفراد غسل اليدين بشكل مستمر وأخذ اللقاح في حال انتشار الفيروسات ضع علامة صح أو خطأ أمام العبارات التالية العبارة الأولى تعتبر الجروح من الأمراض المعدية طلاب الصف الرابع هل الجروح مرض معدي؟ أحسنتم إجابة خاطئة الجروح لا تنتقل عن طريق العدوى علينا ارتداء الكمامة في جميع الأماكن العامة نعم الكمامة من أسباب الوقاية بعد أمر الله من الأمراض المعدية علينا تناول الأكل المكشوف عندما نشعر بالجوع هل هي إجابة صحيحة أم خاطئة؟ أحسنتم إجابة خاطئة تعتبر الحصبة من الأمراض المعدية؟ نعم إجابة صحيحة علينا غسل اليدين بعد تناول الأكل فقط أحسنتم إجابة خاطئة علينا غسل اليدين بشكل مستمر طرق الحفاظ على البيئة من التلوث المسبب في انتشار الأمراض كيف أحافظ على بيئتي من التلوث الذي يعد من أسباب طرق الوقاية عفوا من التلوث المسبب للأمراض أولا عدم إلقاء النفايات في مياه البحر عدم إلقاء النفايات في الأماكن غير مخصصة لها الحرص على الابتعاد عن عوادم السيارات ودخان المصانع أيضا عدم رش النباتات بالمبيدات الحشرية هذه طرق الوقاية من التلوث المسبب للأمراض المعدية باستخدام استراتيجية القطار نقوم بتصنيف الأمراض إلى معدية وغير معدية من الأمراض المعدية أحسنتم فايروس كورونا الحسبة السل والنزلة المعاوية تعتبر هذه الأمراض من الأمراض المعدية ما هي الأمراض غير المعدية؟ الجروح السكري الكسور والسمنة إذن صنفنا الأمراض إلى أمراض معدية وأمراض غير معدية في نهاية الدرس لدي بعض التوصيات لولي الأمر العمل على الاطلاع والمشاهدة على تكرار دروس مادة العلوم من خلال قنوات البث التلفزيونية عين مع وجود الكتاب المدرسي والقلم والسبورة ضرورة حرص الوالدين على متابعة أبنائهم عند مشاهدة الحصص التعليمية الالتزام بالمراجعة الدورية عند انتهاء الحصص اليومية جلوس الأهل مع الأبناء ومحاورتهم والاستماع إليهم وإلى ملاحباتهم ومتابعة تقدم تحصيلهم الدراسي أولا بأول خلق بيئة منزلية محفزة الأبناء في المنزل من خلال تشجيعهم بالمحفزات والمكافآت المادية والمعنوية نقل أثر التعلم من الحصص الدراسية إلى المنزل من خلال أنشطة اليومية المنزلية وصلنا إلى نهاية الدرس الأمراض المعدية وغير المعدية كانت معكم معلمة إناس الطيري في أمان الله